أنت يجد كتبت مقالا في صحيفة يو اس برس قلت فيه أن روسيا وصين وإيران استفادت جميعها من فيروس كورونا أو بالأحرى استخدمت الأزمة لأغراض دعائية أريدك أن تتحدث عن تفاصيل ذلك أكثر وأيضا في مثل هذه الأزمات قد ترى اقتصادات صاعدة مثل المغرب والبرازيل والهند وغيرها قد ترى فوائد تجنيها مما تفعله الصين نعم آدم إنه سؤال ممتاز وشكرا على استشهادك بمقالي لقد كتبته في جريدة الديلي كولر لأن وزير الخارجية مايك بومبيو وقف جنبا إلى جنب مع الرئيس ترامب بالبيت الأبيض واتهم ثلاثة دول بتزعم بروبغاندا ضد أمريكا وهذه الدول هي الصين وروسيا وإيران أولا الصين هي مهد فيروس كورونا ورغم ذلك فهي منخلطة في مغالطة الرأي العام العالمي بل إن أحد المتحدثين باسم الصين ذهب إلى اتهام أمريكا عبر تويتر ولادعاء بأن الجيش الأمريكي ربما يكون هو من نقل الفيروس إلى مدينة يوهان وهذا أمر صخيف ومثل الضحك في محاولة لمغالطة العالم ثانيا روسيا كذلك تتقدف معلومات خاطئة تجاه أوروبا واتهام دول ديمقراطية بشأن فيروس كورونا أما إيران فتعمل على اتهام كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بما تسميه أسلحة بيولوجية إنه الجنون بعينه فإذا نظرت لما قالها أحد أهم الاستراتيجيين العسكريين الصينيين واسمه سانزو قال هاجم العدو في أضعف نقطه والصين وروسيا وإيران هذا ما يفعلونه الآن يهاجمون دولا ديمقراطية بإعلام حر حيث يستطيع الناس الكلام والنقاش بينما هذه الدول لا حرية فيها ولا إعلام فهي الدول ديكتاتورية وتعمل على تحريف وقمع أي نقاش وطني إنما يفعلونه وإلقاء الاتهامات على أمريكا وأوروبا لكي تخسر أسواق العالم وتقوم دول العالم بشراء منتجاتهم إن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر بـ 21 تريليون دولار الصين ثانيا بـ 14 تريليون دولار لذلك فالصين تريد تقزيم الدور الأمريكي اقتصاديا لكن وبينما سيعاقب العالم الصين وكذلك ستعاقبها أمريكا وأوروبا وكل الدول الحرة سوف تتوجه الأنظار إلى دول واقتصادات صاعدة مثل المغرب والهند وإندولوسيا لشراء منتجاتها حيث اليد العاملة غير عالية أعتقد أن المغرب يمكنه الاستفادة على المادة البعيد